اشتركوا في القناة سفير مملكة البحرين لدى جمهورية ايطاليا وسيد صلاح علي حسن المالكي سفير مملكة البحرين لدى دولة الكويت للسلام على جلالته بمناسبة تعيينهما بمنصبهما وقد هنأ حضرة صاحب الجلالة السفراء بمناسبة تعيينهم في مناصبهم معربا عن تمنياته الطيبة لهم بالتوفيق والسداد في اداء مهامهم الدبلوماسية والقيام بهذه المسؤولية الوطنية وكلفهم جلالته بنقل تحياته الى اصحاب السمو والفخابة رؤساء الدول المعينين لديها وتمنياته لشعوبهم الشقيقة والصديقة بدوام الرقي والازدهار ووجه جلالته ايده الله السفراء لتعزيز وتوطيد علاقات مملكة البحرين مع هذه الدول الشقيقة والصديقة بالاضافة الى الاهتمام بمصالح ابناء المملكة فيها ورعايتهم والعمل على تلبية كافة احتياجاتهم واشاد العاهل المفدى بالدور المهم الذي يطلع به جميع سفراء البحرين في دعم مجالات تنسيق المشترك مع مختلف البلدان وفتح افاق جديدة لمزيد من التعاون المثمر بما يخدم العلاقات الوثيقة التي تربط المملكة بهذه الدول وقد رفع السفراء بالغ شكرهم وامتنانهم وتقديرهم الى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة ايده الله ورعاه معربين عن عظيم اعتزازهم بهذه الثقة الملكية السامية ومؤكدين بان توجيهات جلالته الكريمة ستشكل حافزا لهم لبدل المزيد من الجهود والعمل على تعزيز اواصل التعاون وروابط الصداقة مع هذه الدول داعين الله عز وجل ان يوفقهم في اداء مهامهم على الوجه الاكمل